طيب خلينا نكمل شرح اللاتيكس دلوقتي مثلا أنا لو عايزة أعمل مشروع تخرج بتاعت ماجستير دكتوراه أي دوكومنتيشن أو أي فايل مهمه عايزة أقدمه يعني المفروض إيه المفروض مثلا خليني أعمل نيو فايل كده سوري أعمل نيو فايل أسميه اللي إحنا نقوله من دهاردة مثلا نفرض listen to تمام المفروض إن أنا ما أكتب بالدوكومنتيشن ما أكتبهاش كلها في فايل واحد يعني أكتبه مثلا جوة الماس دي مثلا أكتبش كل حاجة الانتروداكشن والبروبوس سيستيم وكل حاجة في شفتر واحد أو في صفحة واحدة يفضل إن أنا أكتب كل حاجة في فايل واحده وبعدين أعمل include الحاجات دي كلها خلي مثلا أفتح بس الأول فايل document class 15 مثلا point وهنا سميه article وأجي أعمل document بذل ما جاء أكتب الانتروداكشن مثلا this is the introduction chapter ومثلا this is the طبعا الانتروداكشن الحجم بتاعه كبير بس أنا مثلا بقول على سبيل المثال يعني أسطر واحد conclusion وده مثلا خلينا نقول proposes حاجات أنت ممكن تكتبها يعني يعني حاجات محتويات عندك في الدوكيمنت يعني طيب بدل ما جاء أكتب ده وخليه يتعرض كده ونفرض ده مثلا كان فيه ميت سطر اللي هو الانتروداكشن والكونكلوجن كل واحد فيهم كان سطور كتيرة ممكن أخذ الستاتمين دي كلها أو على حسب بقى الكونتت بتاع الانتروداكشن شابتر وأعمل فايل جديد وأسميه انتروداكشن انتروداكشن وأعمل مثلا هنا begin begin document وقت فيه اللي أنا عايشه واجي عند ال 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 document وأعمل هنا include include للانتروداكشن أوكي خلينا نرن كده أبقى compile هلاقي this is introduction شابتر موجود عادي وباقة ال content بقى موجود في صبحة تانية أوكي introduction this is introduction شابتر طيب معلش خلينا نحط كل ده في 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 فايل لوحده خلينا مسلا أقول conclusion 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 وقت begin وقت document وقت فيه الحاجة اللي أنا عمليها خلينا مسلا أقول ما تنين شابتر زباس له ال conclusion شابتر طيب خليني include introduction وinclude conclusion 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 هروح أعملي كده this introduction شابتر والمفروض أني يبقى فيه عند صفحة تانية ما عرفش المشكلة اللي عنده بتخليه مية مفروض عمل سطرين مش عارفة فاهم الصراحة آه أنا بقى قوله مفروض قوله هنا begin لو ده introduction بقوله begin introduction 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 حاجة يعني مش مش begin document يعني كان حاجة لها ليه والي يعني بحيث طبعا ده ممكن نفرق معاه بعد كده فيه موضوع ال و هنا أقوله مش begin document أقوله begin conclusion conclusion واللي هنا ده أحطه هنا برضه خليني أجي أفتح فيه الليسون هلابل this is chapter 1 وهاجي تحت يقول لي this is chapter 2 أو this is conclusion chapter تمام فالمفروض أن أنا أقدر أن أنا create file وأقول بس begin introduction و begin conclusion تدلي label اسم conclusion يعني طيب ممكن بعدين ممكن نقول حاجة دي كده طيب افرض مثلا أنا عايز أد introduction ده title يعني عايز أديله ايه عنوان مش هقول this is introduction chapter لأ أكتب كده كلمة introduction intro تظهر يعني فخليني أرن كده وأطلع فوق هدليه كتب لكلمة introduction عمل مثل معلش أنا برن اللي سو ما ينفعش أرن الintroduction ولا الconclusion ليه ما ينفعش أرن الconclusion ولا ظهر لكلمة introduction ليه ما ينفعش أرن ده ولا ده إن ده مش بادئ بكلمة document class ده document class إن أنا عايز أرنه وأشوف الأوب بتاعه لكن ده أنا ما قلتولوش document class قلتولو أنا عندي content عايز أكتبه فمش عايز أشوف الفرمات بتاعه بشوفه إيه من خلال اللي هو بداية document class طيب عايز أعدل في الفرمات بتاع كلمة introduction ممكن مثلا أكتب begin begin center مثلا وحط في كلمة introduction وما تدرن listen to هطلع لي كلمة introduction ما لها في النص كده تمام طبعا لو عايز introduction مثلا تبقى bold ممكن أخليها تبقى bold وين أجتب هنا أقول text bf أو bold font وأعمل كده introduction okey بقت الintroduction ما لها بقت معلش نحن برن الintroduction تاني فترن listen to هتبقى كلمة introduction ما لها هتبقى bold ممكن أغير في الفرمات أو في size أكتر من كده بس خلينا بس أشرح لنا يعني ممكن تبقى listen to طيب فإن جنرال لو أنا عايزة أعمل documentation بلاي يفضل إن أنا أكتب كل الcontent في file 1.tex أحط كل واحد لواحد وكل شابتر لواحد وبعدين أبدأ أإنكلود الحاجات دي جوا عندي هنا في المين file أو في الفايل الأساسي اللي أنا هنا مسميه listen to طيب الحاجة التانية اللي إحنا مفروض كنت أقولها في أول مرة اللي هو download يعني أنا بعد ما خلصت الفايل مفروض إن أنا أعمل download السيومي إن أنا خلصت يعني كده كل الفرمات وأعمل download لي لو أنت في الoverleaf بتعمل download من إيه من المكان ده تمام خلينا أعمل download وبعدين ممكن أعمل save وإيه ورنه وفتحه ممكن مثلا إيه في file أنا كنت فتحها هنا اللي هو إيه لا مش ده معلش كده خلينا أشوف في الديسكتوب first file in latex طيب share first file in يمام أيوب طبعا إن الفايل ده يكون هو اللي ظهر إن أنا عندي طبعا ده الفايل بتاع الماس اللي إحنا عمنا مرة الفاتت إن أنا ممكن في الآخر بعد ما أخلص الشغل بتاعي أسيفه كPDF طبعا لسي إن أنا عايزة أعمله print أو إن أنا أشتغل عليه أو أعرضه أو أقدمه طيب دي حاجة برضو لو أنا كنت عايزة أعمل فايل جديد بعمل new file لو عايزة أعمل فولدر ممكن أحتاج أعمل فولدر أدي new folder ممكن عايزة إن أنا أرينيم الفولدر أديليت الفولدر أو الفايل ولو أنا عندي حاجة موجودة أصلا على الديسكتوب ممكن أشوف إن أنا أعمل لها upload خليني كده أشوف مثلا حاجة موجودة عندي على الديسكتوب أي اسم يعني مثلا أنا أعتقد كان في حاجة آآ مش عارفة سايبها فين سباني فايل 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 سيف اس مشي طيب ده فايل أنا سيفته المفروض مثلا لو أنا جيت هنا عبدأ على الديسكتوب وقلت له مثلا upload وروحت على الديسكتوب هلاقي وتقريبا جوا هنا لا ساونا جوا هنا أوكي مسلا ده أي حاجة وهلاقي مثلا تراي بقى موجود هنا أوكي فدي إن أنا ممكن أجيب حاجة جوا عندي من على الجايزة خايني أمسحها علشان أنا مش محتاجها دي البقتي طيب لو أنا عندي هنا في عملت include وعملت rename وكل حاجة وعملت download طيب لو أنا جوا الشابتر نفسه أو جوا الحاجة دي عايز أعمل جواها section يعني عايز أكتب جواها تفاصيل ممكن أكتب كده مثلا اللي هو backslash section 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 وقول A section A واجي هنا أقول backslash section B هكتب هنا كلام this is the complete of مثلا هنا complete of introduction chapter هشوف listen to وراني كده هلاقي أعمل لي section A وsection B طبعا أنا كتبت A ممكن أكتب كلمة section A section نفسها يعني ممكن أكتب كده اللي هو مثلا بارت بالكابتل بارت آآ introduction ممكن أخليها مثلا كلمة problem statement problem دي حاجات ممكن تكتب في ال introduction statement ممكن أكتب هنا الآآ الإيه مثلا آآ motivation اوكي دي حاجات ممكن تكتب في شابتر الintroduction هراني كده هيقول لي واحد problem statement واثنين motivation اوكي آآ ده اللي أنا عايزة أعمل section طبعا لو عايزة أعمل subsection بفرض أن في section ممكن أكتب تحت problem statement آآ ممكن أكتب مثلا آآ subsection أقول أي حاجة بقى مثلا آآ problem statement آآ goal 1 عايزة أقول أن الهدف الأولاني من البروجيك ده goal 1 آآ بلا 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 واكتب كده subsection goal 2 أوكي آآ to find دي مش عارفة إيه نقط آآ to save يعني أي هدف ممكن آآ كانت آآ 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 أو العنوان بتاعها أن هي item رقم آآ واحد فعندي واحد وهنا واحد بوينت واحد وابعا كده اتنين ده الايه section التاني ده بالنسبة لل section فالموضوع سهل ما فيهوش أي حاجة طب افرض مثلا أن أنا آآ يعني هو أنا عمل عمل لستة automatic one two three افرض أنا بقى عايزة أشوف موضوع الليست ده خالص وابدأ أن أنا نفزه آآ عايزة أقول مسلا لست لو عايزة أعمل لستة اللي هي اللي هي آآ order order ده one order أقول begin آآ آآ وقول مسلا آآ خلينا أقول Arabic وكتب هنا item English أي حاجة Arabic الشيء الحرف ده Arabic بين English نوران كده نشوف ممكن ده يبقى فيه فلاقي فين Arabic وفين English كدبها فين آآ كدبها وانس إن أنا عملت include يبقى أنا مفاوض إن أنا مكتبش حاجة جوه جوه المين خلي سمي listen two ده اسمه المين تمام فناجد بقى في ال introduction وأجرب بقى كل حاجة تجرب حتة الليست أنت ممكن تضطر أن تتعمل في documentation موضوع الليست أوكي فأتلاقي Arabic وإنجليش طبعا هو default بتاعه نعمل one two لو أنت عايز تعمل حاجة تانية غير كده تضطر تقول له بس خلينا بس نعمل موضوع اللي هي إيه لو أنا مش وان تو سري أصلا اللي هي آآ اللي هي آآ عاملة كده هنا ورن المين بالصفحة بتاعتيها لقيها عمل لارابي كوانتو شري وارابيك اللي هي ايه بالعلامة دي. طيب. لو انا عايزة اعمل لستة جوه لستة. طبعا سهلة. اجي عند العربي واكتب كده بجين. واكتب مثلا معرفش اللي ممكن يبقى العربي. اللي هو ريدنج. ريدنج. ورايتنج. اللي هو الايتم. ايتم. رايتنج. وهكذا. خليني اشوف كده ممكن ده شكله بعمل ازاي. هتلاقي ان في العربي. العربي. في ريدنج ورايتنج. طبعا غير الايه? الانجليش برضو ممكن اعمل انجليش هيبقى ريدنج ورايتنج. وهيبقى فيه ممكن ليه ليسنينج هو مش عارف ايه وسبيكينج. هو طبعا ليسنينج موجود في كله يعني بس انا بس ايه بدي ايه. اعمل ايتم زي كتير يعني سبيكينج. والايتم التاني ايتم. شوف كده في المين هنلاقي ان ممكن اضطر في الفايل بتاع اعمل لست وممكن احتاج ان انا اعمل حاجة زي كده. طيب. لو انا عايزة اصلا الواحد اتنين ثلاثة دي ما تبدأش بتبقاش واحد اتنين ثلاثة. تبقى مثلا ايه بي سي. تبقى ايه اللي هي الايه كابتل يعني. ساعتها بقى اضطر ان انا هاجي هنا واقوله معلش انا هاجه هنا واقوله خليها تبقى ايه ضد. لبا انا عايزة ايه بي سي. او خليها الحاجات اللي هي الى الرومن. بس مش تظهر معي اضطر ان انا include فوق package مش عارفة خلينا نعملها هنا include use package enumerate خلونا نجربها كده اه هلش انا مسكت البداية التاني فين فين اه بقت اي طيب هو مش هفاش خلينا المفروض اعمل use package دي جوه الايه بس انا حسن طيب خلينا نشوف موضوع الليست نجربها بس الاول ان اشوك يعني طيب احنا بنتطر ان احنا في الاخر نكمباين الحاجات دي كلها ما بعض خلينا اعمل فايل جديد للليست التعامل مع الليست طيب وهيبقى عبارة عن مثلا كل الشغل اللي في الميس هين الليست وهامسح الحاجات اللي هي في الميس دي يعني اه بعمل فايل جديد عادي و سوري اه واشوف موضوع الليست كله اكتبه هنا فيه الليست تمام اه اه نرن الليست دي قل وحدها هيزهر لي موضوع اللي هي ايه اللي برضو شاكل فيه حاجة عنده غلط اه بقى use package enumerate خليها ايه متين مش فاهم ايه الايه دي خليها ايه برضو ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم طيب خليني اجرب طبعا ما عملش في النوميراتي بقى اكيدة عنده مشكلة بس انا خليني اجرب بقى حاجة تانية يعني يا ربنو قاعدية ليه ما عملش حاجة زي كده use package enumerate اه اه معلش هو البتاع ده بتحط في مالش بلطة من ايه من حاجة بسيطة طيب قررني كده هتلاقي اللي انا قصد عليه انه بدل ما يبقى واحد اتنين يعني كان الاول لو تركز هتلاقي انه ده كده كان قربك انجليش كان اسمه واحد اتنين لما انا عايز اغير الواحد اتنين دي هتبقى حاجة تانية نتوله زد واعمل كده تبقى a b طبعا ممكن اخليها اللي هي الايه الاي والدبل اي والحاجات دي اللي هي تالك ايوة اه ممكن مسلا اخليها اخليها ايه اخليها ايه 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 سمول اوكي فيبقى عندي ايه سمول الاي والبي وراحتي بقى طيب وهكذا سبع ممكن ادخل جوه هنا واعمل لنا حاجة تانية يعني اجي هنا وراح اقيل له ايه سوري اقول له اه احتكت دي بنكتب خلي بس نكتب اه مسلا اه الاي وهكذا اوكي بتغير الايه الحاجات اللي انت عايزة عادي طيب اه ممكن برضو اجي هنا وقول له انا عايزة اخلي الحاجة اللي هي بتبقى جوه تبقى اتالك يبقى عندي a b وكل ايه حاجة تبقى موجودة تبقى كده وطبعا ممكن اخليها ايه سمول برضو حتى اصلا طيب ممكن نرجع دي خالص ان هي تبقى ايه كابتل هذه فدي دي اللي ممكن نعمله في الليستة فاخدنا الليستة اللي هي ما بتبقاش اه اردرد الليستة اللي هي اردرد واللستة اللي اردرد ممكن ادخل جواها وعمل لستة تانية ولو دخلت جواها ممكن اعمل اغير اللي هي الشكل المريشن يعني طيب ممكن اعمل ايه تاني لو انا بقى اصلا مش عايزة يعني جيت انا هنا ومش عايزة اي حاجة ولا بولد ولا مش بولد ولا رقم ولا مش رقم يعني خلينا اعمل كنترل زد واخد كوبة من الحاجة دي احسن عشان يبقى ايه عندي الحاجات كلها مابولة هنا و قربك وانجليش دي وطبعا تجيلي وان تو وانا بقى عايزة تبقى اسمها تبقى تحطي كده بس تمام ايه قربك انجليش يعني ممكن يكون فيه حاجة زي كده ان انا بقى عايزة احطها هاي에 قربك اكتب مستفزة مثلا ممكن برضو ان انا اعدل حاجة هنا ممكن اكتب مسلا ايه يعني الحاجة دي او الطريقة اللي انا اعمل square brackets دي ممكن تفيدني في ان انا نوعها ممكن ان انا احط الحاجة اللي انا عايزها ممكن اعمل حاجة زي كده هتلاقي ان الارابيك اتحط جنبها ايه ممكن انا قصد مسلا كل دايب ايه انا انا اكتب انا هنا one اكتب هنا two لو انا عايزة اعمل حاجة اسمي بعملها في الحالة دي one two three يعني لو فرضنا ان انا عايزة اعمل حاجة دي ممكن اعمل one فيه فيه كده ممكن اعمل مثلا كده اعتقد ان اممكن اعمل كشوف اقربها ممكن اعمل كده ممكن اعمل one كزا كزا سري كزا الحسب انت عايز تعمل ايه فديه اللستة فاخدنا ان انا ممكن اينكلود الحاجة ممكن ان انا اعمل section و subsection ممكن اتعامل مع اللست وممكن ان انا اسنتر الحاجة او ان انا اعملها انا اخد طبعا اكيد فيه مرة جاية ازاي اتعامل مع فرمات كله يعني بس واحدا من الحاجات اللي هي في الفرمات ان انا ممكن اخلي الحاجة تبقى اا في الانتردوكشن مسلا ممكن اخلي كلمة انتردوكشن دي تبقى large شوية اعمل كده large و اعمل كده وابتاحها وقفلها كيه ورن مسلا المين شوف كده ممكن نلاقي الانتردوكشن كيبلت شوية طيب اااااا م تمام طبعا ممكن اغير لو عايزك خير color اعايز اعمل اي حاجة مو كله ده متاح في ال ااا في الاتيكس تمام دي كانت الحاجة اللي كنت عايز اقولها النهاردة ان انا زي افتح فايل جديد واعمله دليت ازاي دول لود الفايل بتاعي ازاي اضيف اعمل او سبسكشن او ان انا اعمل لست وصاب حاجات صغيرة من الفورمات اكي اتقابل ان شاء الله في مرة جاية عن اللاتيكس